أعربت بطرياركية القدس للاتين عن شكرها العميق لقداسة البابا فرنسيس لتعيين أسقفين مساعدين لبطرياركية القدس للاتين وهما الأب جمال خضر في الأردن والأب رفيق نهرة في الجليل وقد أقيمت مراسم الإعلان في دار البطرياركية اللاتينية في القدس بحضور غبطة البطريارك بير باتيستا بات سبالة ولفيفين من الأساقفة والكهنة والإكليركيين وجاء في رسالة لغبطته بأن كلا الأسقفين ولدا وترعرعا في الشرق وقدما الخدمة الكهنوتية للسلينا كثيرة وأضاف في رسالته أور شليم الأرضية وأور شليم السماوية تتحدان في الصلاة والاحتفال بأخوين الذين رقيا إلى الكرامة الأسقفية وأسأل الله القدير بشفاعة أمنا مريم العذراء أن ينزل عليهما غزيرة بركاته وبهذه المناسبة ترفع الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وفريق العمل أسمى مشاعر التهنئة مصلين لله العلي القدير أن يساند الأسقفين الجديدين بخدمة النفوس لخير الكنيسة ومجد الله الأعظم الشكر لله أولا على هذه النعمة العظيمة نعمة الأسقفية والشكر لقداسة الباب على ثقته وعلى اهتمامه بكنيستنا ببطرياركية الأور شليمية هذه بداية مرحلة جديدة أولا نستمر فيها في العمل الذي قام به كل من سبقنا في هذا البلد وتنشيط هذا العمل خاصة في ظل مسيرة السينودوس التي نقوم بها مع الكنيسة جمعة ولكن مهم عديدة للأسقف نعرفها ولكن أولها هي إعلان كلمة الله هي التبشير هي الكرازة هي نشر كلمة الله ما بين الجميع وهي أولوية بالنسبة لأي أسقف ومن ثم التقديس والخدمة أنظر بشوق إلى التعاون مع الجميع خاصة وأولا مع الكهنة كهنة البطرياركية في الأردن مع باقي الكنائس ومع المؤمنين ومع أيضا السلطات المدنية وكل من يهتم بالخير العام كنيستنا في الأردن كنيسة عريقة كنيسة تخدم الجميع كنيسة لها رسالة علينا أن نعمل معا حتى ندعم هذه الرسالة الرسالة في التعليم الرسالة في الخدمة الرسالة في نشر كلمة الله أنظر بشوق أيضا إلى الاستمرار في التعاون مع غبطة البطريارك الذي يهتم بالأردن اهتماما كبيرا وأيضا مع باقي الأساقف المعاونين لغبطته الأسقف في الأردن هو أيضا عضو في مجلس أساقف الكاثوريك في الأرض المقدسة عضو في مجلس أساقفة اللاتين في المنطقة العربية ومن خلال هذه المؤسسات المختلفة ننظر إلى خدمة الكنيسة وخدمة رسالتها وخدمة أهدافها أدعو الجميع إلى الصلاة الصلاة من أجلي وأيضا أدعوهم إلى أن تكون قلوبنا منفتحة إلى التعاون لما فيه مجد الله وخير الكنيسة ترجمة نانسي قنقر